اليوم هذا التاريخ لازم كل العراقيين يحفظونه لأنه البرلمان العراقي ممثلية الشعب المبجلون أصدروا قرارا تاريخيا وفي أولى القرارات لحكومة الخدمة الوطنية المقبلة أنه اليوم ألزم سكان العشوائيات بدفع الإيجارات يا بليش أخوان قال لي أن هذه ممتلكات الدولة وبذلك البرلمان القادم شد حزام شدة زلم بيحظ ممتلكات الدولة وممتلكات الدولة التي اقتصبها الفقراء اللي معتهم يأكلون المعدومين من هذا الزمن أو ذاك الزمن لازم يدفعون إيجارات للدولة أو هؤلاء الذين يسكنون بالعشوائيات يجب أن يحترموا امتلكات الدولة زيان هاي أول ما نبدي أول ما شطح نطح والله أنا أحترم بكم هاي الروح الوطنية إذا كانت الأخوة ممثلي الشعب حريصون على ممتلكات الدولة فيابه شوفونا القادة شوفونا الزعماء شوفونا رؤساء الأحزاب شوفونا اللي قاعدين بالجادرية اللي قاعدين بالمنصور اللي يأخذوا الحارثية القصور الرئاسية بالأنبار القصور الرئاسية بصلاح الدين القصور الرئاسية بنينوى مو كان الأولى يا مجلس النواب تبدون بالحرامية زعماءكم ورؤساكم أو قادتكم اللي ينهبوا البلد أو قادين ما يدفعون إيجارات وجوز باسل يطلع لواحد يقول يا مو يقول ما يدفعون إيجارات لا يدفعون إيجارات طيب طلعون هاي العقود أنتوا بأي حق تسكنون بالقصور وأول ما بديته حكومة الخدمة الوطنية بديته على الناس البقرة اللي علسها الضيم اللي علسها الفقر اللي حولتوهم إلى ضحايا ما أعدكم تطلون قطعة أرض وهذا زعيم وذاك قائد كل واحد عدة عشرة وخمسة عش بيت كان الأولى من البرلمان العراقي اللي راح يشكل من كتلهم حكومة الخدمة الوطنية أن يبدأ بمحاسبة الزعماء اللي كانوا رؤساء وزراء بالدورات السابقة الذين حكموا نواب لرؤساء الوزراء الذين حكموا رؤساء جمهورية الذين حكموا وزراء الذين كانوا مستشارين أن يبدأ بمحاسبتهم رئيس رئيس اشقط طبلك فلوس وين راحت نور المالك دورتين يجب أن تقعد أمام البرلمان العراقي وتحاسب وين وذن وين عادر عبد المادي يجب أن يأتي العبادي يجب أن يأتي وقبله علاوي يجب أن يأتي هيش تبدون القرارات ومن تنتيح حكومة الكاظم أيضا تبدون قرارات من ذلك أول ما بديته بديته بالناس الفقرة في رسالة سيئة بدل ما أنه أنتم تخرجون بقرارات تخدم الناس تبدون بهاي الاستهلاكات البسيطة واردس لكم شؤال لكل قرار هناك جدوى إذ قد راح تجيبون من العشوائيات إيجارات تدخل إلى رصيد الدولة قياسا للمنافذ الحدودية التي سيطر عليها ميليشياتكم قياسا للمنافذ التي موجودة بشمال العراق لا أحد يعرف حساباتها قياسا للمنافذ التي موجودة على الموصل تستولى عليها أحزاب حيث تذني كلهم رجعتوا على الفقراء شلون ترجعون باتر إلى قواعدكم الجماهيرية وشلون باتر تقنعون أنتوا رايحين إلى حكومة خدمة وطنية تردون تخدمون العالم إذا كانت ولو كل بداياتكم هي متعثرة كل بداياتكم متعثرة ولم تكونوا في يوم من الأيام بصف الشعب أو مع الناس أو مع الفقرة وأن 800 مليون دولار مالت الضريبة وأن حسابات بزاد العملة وأن حسابات المسارف العراقية من التابع تقارير ديوان الرقابة المالية وأن القطاع الأراضي اللي يخذوها النواب والوزراء كل قطاع بخمسة مليار أو عشرة مليار تدزون على الأمين بغداد الأسبق وتقولون لأل من بعت الأراضي المتر الدينار تقدرون تطلعون فلان وفلان شنو حق زعيم سياسي أو رئيس حزب قاعد بقصور الشعب بس اردفتهم ليش ليش قاعدين على الجادرية جايبين الدب من ذيالة وأنه بهذا الموديلات الجديدة تطلعون أغاني على أرواحكم وستدرون كتب ماذا فعلتم لهذا الشعب إلى أي مدى أوصلتموه إلى الحد الذين تبدأون قراراتكم ضد هؤلاء الفقراء هذا القرار يجب أن يراجع وأن تتقوا الله بالناس الفقراء وإذا كان لديكم بقية ممكن أن تفعلوها ابدأوا من زعمائكم الذين حكموا وآتوهم تحت قبة البرلمان وحاسبوهم واحدا واحدا من يكون منهم بريئا نصفق له ونتأطي له الرؤوس ومن كان فاسدا وسارقا وفاجرا وقاتلا إلى جهنم وبئس المصير الoria للفي Bud with fountain موسيقى 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 شكرا